صباح الخير كما قال سيدنا اليوم الكرة في مرمانة حتى ننتخب النائب الذي نريد لأنه النائب هذا هو اللي بيضع التشريعات والمثلنا تحت القبة فأنا بناشد كل الأردنيين أنهم يساهموا في هذا وحتى نعطي صورة للرأي العام أنه الشعب الأردني متحضر والشعب الأردني يحب الدمقراطية فأنا بناشد الكل أنه يساهم في هذا حتى لو كنت معارض يجب أن تكون معارض تحت قبة البرنامان نحن بنعلم معارضة بس المعارضة اللي ما إلها أجندات خاصة المعارضة اللي إلها انتماء وحب لهذا البلد فأنا بناشد قناة رؤية اللي إلها أكثر مشاهدة من برنامجكم أنه كل الأردنيين الأردنيات يسارعوا الاقتراع وحتى نختاب مجلس نيابي لأنه هذا المجلس نيابي بتميز السابع عشر أنه يختار الحكومة أو الوزراء القادمين فهذه نقطة تحول في تاريخ الأردن فبتصور أنه لازم أنه كنا نشارك فيها أشكرا لكم على الاستضافة لهذا اليوم له العرس الوطني للجميع أكيد لو نحكي عن دور المرأة دائماً نحكي أداة هي مؤثرة يعني هي محور الأسرة يعني كيف هي بتتصرف منحس أنه الأسرة بتنصع وبتنصق خلفها كيف ممكن فعلاً نحن نخاطب النساء الأردنيات أنه يكونوا قدوة لأبنائهم يحسسوهم بهذه المسئولية وليس الاستخفاف بموضوع الصوت أن الصوت لا يحدث فرق أنا بناشد كل أم أنها تشجع أبنائها على المشاركة في هذا اليوم الانتخابات ولازم يكون هذا الحس الوطني عندنا من الأول أنه من أول من بداية الطفل هو صغير يجب أنه نعطيه مش بس المسئوليات أنه مثلاً قم بهاي الشيء أو نعطيه أوامر لازم يكون عنده مثل المسئوليات حتى يشعر أنه صاحب قرار أنه يدل بصوته يعني أكبر دليل أنه مثلاً الطفل هو صغير لازم أنت تخيريه شو بدك تلبس مش أنا أعطيه لا بدك تلبس هيك لا بدك كذا لازم أخيره هو اللي يختار شو اللي بده يا فهون أنا بنبني فيه عنده الحس الوطني لهيك بعطيه الهوية الهوية اللي هو الانتماء حبك لهذا البيت هو حبك لهذا الوطن فهذا بيساهم يعني بالعكس صوت بفرق مرات أنك تنتخب بدل ما يكون النائب اللي أنت بدك يا يمكن النائب اللي إحنا ما بدنا إياه والنائب إحنا ما بدنا إياه أن يكون نائب خدمات إليه خدمات لكن هو نائب تشريع أنت هون بدك تأتي قوانين هاي بتقرر مصير ومصير أولادي ومصير أولاد أولادنا فهي الأمور أنه الأم لازم تكون واعي لهذه الشغلة وأنا بناشد كمان المدارس اللي هايكو دور لأنه الطفل صح بيكون بالأسرة لكن المدرسة بمضي أغلب وقته فيها فإحنا يكون تكاتف بين الأسرة وبين المدرسة وبخاصة أنه بعض المناهج عندنا ما بتغطي هذا الشيء أنا بناشد يكون عندنا مناهج يكون فيها الانتماء والحركة الوطنية ويكون عندنا الحب الوطن هذه الشغلات بتنمي فيها في الطفل حتى يصير شاب والشاب وانتعرف أنه إحنا مجتمعنا أغلبه شبابي الآن صح ولا لا ولهم دور كبير وسيدنا ناشد أنه الشباب يكون لهم بصمة كبيرة يعني إحنا بدنا وجوه جديدة في البرلمان وخاصة يا سيدتي أنه إحنا البرلمان السابق للأسف أعطى صورة سيئة كانت لم تخدمها فهون عندنا لاحظة أنه إحنا فيه عندنا تذبذب الآن الناس بعد إلهم ثقة في النائب فهون هاي الشغلات بدنا نكون النائب الصح حتى نرجع نرجع هاي الثقة وأنه النائب يمثل اللي صالح بالإضافة إلى أنه النائب يكون يعني النائب البدنية مش يمثل مثلا المحسوبية يروح يتوسط لفنانة لازم تكون انتقدوة لهذا الشيء حتى نرجع ثقة الشعب في النائب اللي بدنا يعني كمان يعني خلينا نحكي الإجراءات اللي اتخذت أخرى بالعكس يدليل أو خلينا نحكي أزهت بنتك سبب لا نزيد من ثقتنا ونعيد ثقتنا بالضبط وهي سيدنا بتدارفها ولكن إحنا بناشد نتكاتف الكل وما بدنا المعارضة اللي إلها أجندات خارج هذا حس وطني هذا أنا بناشد للكل إنت بدك تعارض يجب أن تكون واضح أمام قبة البرلمان عارض بالعكس المعارضة كثير جيدة بس إحنا بدي أحكي شغلة إنه إحنا بنتطلبتنا الدول الأوروبية هل من المئات السينيين كانت عندهم لها الشغلة الثانية عندنا ضعف بالأحزاب يعني أحكي لك إحنا على جينة كان ممنوع لأيامنا الأحزاب أحزاب كانت يعني شو أنت حزب إشي فإحنا شغلة الأحزاب جديدة فالأشياء الجديدة هاي لازب أنها تبطت مضبوط قدام الشعب وقدام الشباب الذات إنما ما بدنا الشباب إنه أنا أكون رئيس حزب إنه أكون أنا رئيس حزب بس بلستيج حتى إني أفتتح المقر الفلان ولا الحزب بمعنى صح الحزب الأحزاب تسقل شخصيته فلاحظة بالدول الأوروبية كيف الأحزاب بيكون إليها دور فعال أكتر من عندنا صحيح يعني كمان يعني لو بنا نحكي عن المقاطعة المقاطعة هي مش نوع من الديمقاطية أبدا في بعض الرجال بيلجأوا إلى خلينا نحكي تلقين المرأة معتقدات سياسية يعني مثلا اليوم بتجسد بإنه إحنا نحكي أو الزوج يجبر المرأة على الإدلاق بالصوت شو بتوجه رسالة لهالأشخاص أول إشي أنا بوجه رسالة أن المرأة للآن بالأردن أصبحت تاخد دورها بالعمل وبالتعليم وكل شيء لكن أبنى ناشدها تأخذ رأيها كمان بتقرير مصير البلد لأنه تختن بنائب هذا النائب يمثلك في التشريعات يعني رح يقرر مصيرك ومصير أولادك أبنى ناشدها تأخذ قرارها وتكون عندها القدرة أنها تتمكنوا هذا الشيء والملفت للنظر أنه كان قبل فترة يمكن مبارح كركاتير معين واحد بجر زوجته بالحبل أنها تروح للانتخابات لدرجة أنه قبل الانتخابات هذه إجاني كذا حالي أنه كم من واحدة نعرض أن حلف عليهم يمين الطلاق إذا ما بتصويته للفلان أحد المرشحات اللي اسمعت فيها اللي عن طريق المواقع الإفترونية التواصل وإحدى المرشحات اللي نازل الانتخابات للترشيح أنه تتنازل طلب منها زوجها تنسحب مقابل بأقاربها لكن صممت وأنا هاي بحييها من هذا المنمر أنها صممت أنها تكون دور فأنا بحكي للأخت هذا صوتك ضمير هذا أمانة هذا حس وطني ما في مجاملة حتى أنا بعض الحرية لابني يختاره بده يختاره ومدامتي أو بنتي تختار بدها تختار لأنه هذا أمانة أنت بدك تطلعي ناس بدهم يقرروا مصير البلد من أمتى ممكن الطفل بي الأسرة يكون معي يعني زي ما حكيت قبل شوي في بعض الأسر بتعتبر حالها مش جزء من المجتمع بتعيش أولادها بي دائرة مغلقة أنه إحنا قرار تصويتنا أو عدم تصويتنا هو واحد ما رح يأثر على البلد ما رح يأثر على أعملية الإصلاح ما عندهم الإيمان بهذا بطني بالضبط فمن أمتى منقدر إحنا فعلا نتبت هذا المبدأ عند أطفالنا شوف في عندنا عدة نظريات فلاسفة بي عندك روسو بيقولك أنه الطفل عبارة عن صفحة بيضة وإحنا منتب فيها زي ما هي جان لوك بيحكي لك أنه لا الطفل بيجي ولكن بكون عنده الفطرة معين لازم لازم لا تدخل فيه وترك له مساحة كبيرة لكن أنا برأيي أنه الأم تبدأ بالطفل من سن ثلث سنين الخمس سنين الأولى كثير مهمات في تكوين شخصية الطفل كيف يعني هلأ مثلا ابن ثلث سنين إذا بتطلع فيه بشوف اليافطات والصور باللشار بصير اسألك ماما شو هاد ماما شو هاد أنا بلفت نظر أنه هذا عمه رح يحكي هيك هيك بالطريقة هاي بصير أنمي اللي أكبر منه بعطيه صورة أكثر وهون بيبدأ أنه أنا والطفل منه هو صغير يكون عنده حس وطني لازم أحكي معاه بطريقة ما أشعر أنه هو لسه صغير مثلا نشيد السلام الملكي لازم يشعر أنه لما بيسمعه أنه بدي وقف وهو صغير الطالب بالمدرسة ويعرف شو معناه معنا الكلمات حتى فهون أنا بنمي فيه هاي الشغل الثاني لازم يكون الاجتماع أسبوعي بين الأسرة أفراد الأسرة يصير فيه حول الأحوار يصير فيه مناقشات لازم يكون فيه مثلا بعض الأفلام الوثائقية لازم يحضرها الطفل فهون أنا بنمي الحس الوطني بطريقة وبعطيه هوية أهم شيء للطفل الهوية اللي هي انتماء وحبه للوطن هون بيكون دور الأسرة والأم منها بتكون هات بالإضافة لازم يكون دور الأب معروف ودور الأم معروفة في الأسرة ما بيصير أنا أعطي أوامر تختلف عن أوامر هات فيه تذبذب بالآراء لازم يكون فيه اتجاه واحد الشغل الثاني لازم إحنا نحسسه بالمسؤولية يعني الطفل المشكلة المتلقين أنت لا بدك تأكل هيك لا بدك تشرب هيك لا أعطيه مسؤولية حتى يشعر بثقة بنفسه وصير يعطيه أصحاب قرار لأعلمك أنه في بعض المسؤولين ورؤساء دول مرات ما عندهم لا يستطيع أن يتأخذ قرار وهذا برجع للطفولة فاتخاذ القرار الإداري لا نعودهم على مسؤولية القرار الإنسان إذا لم يصاحب قرار صحب التعامل معه فعدم التردد لازم نعطيه التقونات لازم ننمي بس هذا الإشي لازم ننمي فيه شغله أنه لازم أنه الطلاع يعني عندنا الآن التكنولوجيا سلاح ذو حدين لازم نشرف عليه لازم نواكب العصر إحنا ما نرجع للعادات والتقاليد السيئة التي ترجعنا لورا لا بالعكس إحنا لازم نكون متحضرين نواكب التطور ونواكب هذه الشغلات والإضافة أن التكنولوجيا الآن كثير سهل الأطفال الصغار بحبوا هذه التكنولوجيا فهي بتساعدنا على تنمية الحس الوطن عند الأطفال والإضافة بالناشد أنه بعض المناهج أنها تكون أنه إحنا ناحية تعليمية ما ننظرها كمبنى وكمدرس وككتاب لا لازم تكون كلها متكاملة حتى تأدي دورها هذه الشغلتان الدين له دور كمان في هذا الموضوع العادات التقاليد السيئة نبتعد عنها رفاق السوء نبتعد عنهم لازم يكون فيها بالإضافة بركز على دور الأحزاب أنه نسق الأولادنا في الأحزاب مفهوم الأحزاب اللي هي بتنمي القوبية بتنمي الحس الوطني عند الطفل مشكلة من الأهل التخوف يعني لما يصنعوا الحزب بيكون بالنسبة إليهم التأثر سلبي بزرق ليش لأنه زي ما حكيت لأيامنا كنا ما نقدرش نحكي اسم حزب فهي شغلات ما بدك تغيريها بجيل ما بدك تغير سدانة بيوم ويومين طبعا بدك سنوات حتى تغير فهلا هاي يعني عنا الحمد لله هلا مسموح بنا بالأحزاب بس بدنا نرسخ هذا الشيء فيه كيف هات بالندوات بالتوعي بالوسائل الإعلام المغروف والمرئي هاي لها دور كبير وخاصة إحنا بتكنولوجيا الحديثة الآن فهي هي يعني الأحزاب أنا بدعو أنها نوثقها بي للأطفالنا لتعطيهم الحس الوطن بالإضافة أنه تكاتف كل الجهود اللي هي جهود الأسرة المدرسة والجامعات يعني مثلا نعمل مجلس انتخابها الطلبة كان يحصل صح ولا لا يعني نختارهم ليش نختار هذا لأنه هو الأحسن ليش نختار هذا لأنه هذا بقدم مساعدات كذا بعدين نسقل أولادنا بالعمل التطوعي العمل التطوعي بيبسقل شخصية الواحد لأنه لما بتعطي بترتاح لتحسي صار هذا المصطلح العمل التطوعي أو المشاركة مثلا بانتخابات الجامعة مفهوم أكثر عند الأهل عند الطلاب يعني بطل شيء كتير ثانوي حتى مرات بيكون أقل من ثانوي يعني ما بيهمنا أو ما بيعنينا هذه المواضيع الآن أصبح بس مش شكل المطلب أو الاشي الراضين عنه بس زي ما حكيت لك هذا الاشي بيدو سنوات حتى يطير لكن إنه بنناشد إنه نكثف هذا الشغلات بالنسبة لأطفالنا لأولادنا لشبابنا نعمل ندوات يعني نساعد الطفل ساعد الطفل إنه يكون صاحب قرار نساعد الطفل أهم اشي هوية يعني للأسف فيه طلاب بلا هوية هون المشكلة عندك جيل بلاوي هون كارثة صحيح فإحنا هذا الإشي وبعدها الحمد لله كل شيء متوفر عنا الدموقراطية متوفر عنا بالأردن يعني إحنا أنجزنا ما أنجزوا لأصحاب الثورة الربيع العربي إحنا أنجزنا أشياء كثيرة صحيح الحمد لله إحنا يعني الحمد لله في ظل يعني القيادة الهاشمية بنتمتع المرأة الطفل كلنا بنتمتع وركز سيدنا على الشباب صحيح مية بالمية أنا أريد أشكرك أكيد سيد خلود خريص رئيس جمعية نساء ضد العنف ودائما أنت متواجدة خلينا نحكي لا تدعمي المرأة وإن شاء الله اليوم بكمان يوم الانتخاباتك برضو تتصدر المرأة ووجودها بالبرلمان ويكون لها كل متأثير شكرا لك شكرا لك أنا بناشد الكل أنه نقترع اليوم ونختار النائب اللي بمثلنا والنائب اللي بتمثلنا وإن شاء الله تكون سائل في البرلمان هذا نتمثل المرأة بالوجه الحقيقي إن شاء الله وتعطي السر هذا شكرا لكم شكرا لرؤيا اللي دائما بتلقضوا وهذا مش جديد عليكم شكرا سيدانا على هذه الإصدار شكرا